انطلقت بقرية بولاق بمحافظة الودي الجديد إحدى القوافل الطبية والعلاجية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تستمر لمدة يومين وقال المشرف على أعمال القافلة الدكتور محمد سعد إن القافلة تتضمن العديد من تخصصات طبية بمقر الوحدة الصحية بالقرية موضحاً هذا يأتي في إتاري توجهات خاصة من وزارة الصحة لتوفير العلاج والخدمة الطبية بالمجان للمواطنين بالقرى النائية والمحافظات الحدودية